أعزو الله أنه يطرقين بسم الله الرحمن الرحيم ما التحليل بي الوحدة السابعة المحافظة على الموارد المائية من التلوث ونواصل التسجيل لشرح محتويات هذه الوحدة وفي هذا المقطع نتناول المحافظة على الموارد الطبيعية Natural Resources ونلخص هنا التغنيات المعتادة لمعالجة المياه أو لمعالجة الماء التغنيات الحديثة لمعالجته أيضا لمعالجة الماء المحافظة على الموارد الطبيعية والتدابير التقنية والغانونية المصاحبة لذلك إذن هناك أربع أشياء يمكن أن نتبعها للمحافظة على الموارد الطبيعية المائية الموارد الطبيعية المائية التغنيات المعتادة لمعالجة الماء نمرة واحد الوسائل التغليدية المستعملة منذ الغذن منها الغلي والترشيح والترسيب يعني منذ الغذن نستخدم هذه الأشياء الغلي الترشيح والترسيب وغالي طبعا لقتل المايكروبات كالبكتيريا والترشيح التخلص من المواد العالغة والترسيب أيضا تخلص من بعض المواد الزائبة في الماء أو إضافة بعض الموارد الكيميائية أو الأملاح المعدنية وقد ظهرت في السنوات الأخيرة تغنيات جديدة ذات فعالية كبيرة إلى أن استعمالها يقتصر غالبا في المجال الصناعي للدول الغنية وغالبا ما تستعمل الطرق الآدية في معالية المياه وهي التصفيق معروفة والأكسدة أو التيسير التيسير معروفة والواتر هارد والواتر صفتنينغ والآخري لإزالة الأملاح الكالسيوم والمغنيزيوم والترسيب وأيضا إضافة موارد كيميائي والترويب والتعقيم أو التطهير بإضافة الكلور أو الأوزون وهذه من طرق التعقيم المعروفة الترشيه عبر الأقشية إذن التقنيات الحديثة إذن هنا تناول هذه النقطة التقنيات الحديثة المعالي جلمي الترشيح عبر الأقشية والترشيح عبر الأقشية يضخ الماء عبر الأقشية لفصل الملوسات عن الماء يعني عندك ماء في هذا الاتياج ياري هنا غشاء هنا إذا كان غشاء فنتحصل على ماء نظيف تحصل على ماء نظيف وهذا إذا كان غير معالج لأنه هنا هذا الغشاء يحجز الملوسات في الماء الترشيح الدقيق ويضخ الماء داخل ألياف يمر عبر الثقوب تمنع كل المواد العالي التي يكبر حجمها عن حجم الثقوب وكذا الجراسيم الفيروسات من المرور يعني هنا الغشاء يمكن يكون في الشكل له ثقوب دقيقة جدا وعندما يمر الماء وبه بعض الملوسات تتعلق هذه ويمنع مرورها من خلال ومن خلال هذه السقوب التي تكون أصغر من حجمها وهنا نتحصل على ماء نظيف في الاتجاه الآخر ترجمة نانسي قنقر